سراميك كليوباترا على الجانب الآخر نجح في التقدم على طلاع الجيش ما استناش طلاع الجيش أكتر من دقتين ليتعادل وهدف قاتل سراميك كليوباترا بيكسب به المباراة عن طريق أحمد ياسر ريان المباراة التالتة بقى لكن من جولة أخرى هي الجولة السادسة خسر الإسماعيلي على ملعبه من المقاولون العرب بهدف دون مقابل علشان الجريحين يخرج واحد من المباراة بتاعتهم مع بعض على أقل مداويا لجراحه وهو المقاولين العرب ووضعا المزيد من الجراح على الإسماعيلي شادي حسين وكالعادة للمباراة الثانية على التوالي الفار بيقول للحكم تعالى بص سراميك كليوباترا بيحصل على ضرب الجزاء بسبب خروج متأخر معتاد من محمد بسام بدل ما يخبط الكورة خبط راس أحمد ياسر ريان فحصد ضرب الجزاء فريق سراميك كليوباترا فسجلها شادي حسين باقتدار مسجلا تالت أهدافه هذا الموسم ما استنناش أكتر من دقايق قليلة جدا بعد الاعتراض وبعد ما البار قعد يراجع في حد دخل منطقة الجزاء وقت البنالت ولا لأ فأول ما كرة سنتارت ناصر منسي بيشوت تتخبط في الدفاع وتصل إلى إبراهيم كونيه ليسجل أول أهدافه هذا الموسم مدركا التعادل لطلاقع الجيش فضلنا بقى على الهدفين دول لحد نهاية المباراة خلص شوط الأول كده وفي شوط الثاني أجرى عبد الحميد بسيوني وهيثم شعبان تغييراتهما في استاد السويس الجديد ملعب سيراميك كليوباترا ومع تغييرات متتالية ومع ذكاء من المدربين ومع وضوح بأن واضح أن الاتنين بقوا مرتضيين بنقطة التعادل جاء الهدف القاتل شريف دابو البديل بيستلم تمريرة من البديل الآخر محمد مسعد ناحية الشمال شريف دابو بيستنى الكرة ما بيكونش متسلل بيلعب كرة حلوة عرضية لأحمد ياسر ريان بذكاء شديد بارتفاع رائع ينقد عليها باقتدار مسجلا هدفا يستحق الاحتفال العنيف اللي عمله أحمد ياسر ريان النهاردة ويحصل على بطاقة صفراء لكن صفراء صفراء أنا واخد ثلاث نقاط بهدف الثاني هذا الموسم في ثلاث مباريات لعبتها مع فريق الجديد اللي أنا معارلي من الأهلي سيراميكا كليوباترا ليعود سيراميكا كليوباترا إلى الانتصارات بعد أول انتصارين في الدوري في أول جولتين ثم تعادلات وخسائر انتصار ثالث له هذا الموسم ونقاط عشر بيصل لها أو نقاط يعني بتخليف المركز السادس هذا الموسم ب11 نقطة طبعا نستعرض تشكيل الفريقين عشان عندنا شوية نقاط وملحوظات على مباراة النهاردة ما بين سيراميكا كليوباترا وطلاع الجيش عامر عامر كالعادة هو اللي حرس المرمى طريق سامي وسيف إتقى في خط الدفاع ده في غياب خالد صبحي اللي بيقضي عقوبة الإيقاف ثلاث مطشات بسبب الطرد المباراة قبل اللي فاتت فدي المباراة الثانية يعني المطش اللي جاي برضو هيغيب رجب بكار يمينا وأحمد محسن يسارا أحمد محسن بيتواصل تواجده على ناحية اليسار رجب بكار شفنا قبل كده توني والنهاردة كمان لما خرج الرجب نزل توني ناحية اليمين لكن في نص الملعب كان كوامي بونسو ومحمد توني في قلب الملعب قدامهم وينفو الكوبينة ومحمد إبراهيم وشدي حسين تحت أحمد ياسر ريان بطريقة لعب بتتغير لو الفريق بيهاجم بتلاقي شدي حسين وأحمد ياسر أحيانا بيكونوا مهاجمين أحيان شدي حسين بتلاقيه جناح أيسر والحقيقة إنه هقف عند النقطة دي النهاردة بكلامنا عن الدكة في مطشط سابقة الدكة هي اللي حسمت لسيراميكا كيليو باترا النقاط الثلاث لأنه بعودة محمد مسعد من الإصابة مع وجود شريف دابو على مقاعد البدلاء مع انضمام أحمد ياسر ريان أساسيا فبقى عندك خيارات تعرف تخلص بها المباراة في الشوت الثاني فحتى لما عملت تغييراتك لما نزلت شريف دابو مكان رجب بكار وخرجت محمد توني خليت يلعب ناحية اليمين ولما نزلت محمد مسعد يلعب هو كمان كجناح بقى عندك خيارات متعددة فعرفت إن أنت مع كمان لياقة بدنية متجددة في اللقاء عملت عرضية الأسست لبديل والمسجل كان أساسيا لكن اللي عمل الكرة اللي قبل الأسست كان أيضا بديلا فحسمت المباراة نقطة تانية إن سيراميك ريو باترا علجة مشكلة عملها المطش اللي فات أو خطأ أن ارتكبه في لقاء أمبي المطش اللي فات هو إنه في نهاية المباراة بقى لا أنا مش عايز تعايده أنا عايز أكسب فكل الملعب بقى بيهاجم ففقد كل شيء اتغلب بهدف الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة النهاردة في آخر دقايق بقى ما عندوش مشكلة لو المطش خلص كده فبقت المباراة هادية آه بحاول هاجم بحط ثلاث لعيبة في النص التاني بتاع طلاع الجيش لكن كده كده فيه أربعة موجودين على الأقل في نص ملعبي يأمنوا لو هاجمة مرتدة فلعب على المضمون والله جت بانطلاقة حلوة بمهارة مختلفة من صاحب الحلول محمد مسعد وشريف دابو خير وبركة ما جتش فالنقطة تمام فجادوا التلاث نقاط زاد نقطتين على النقطة اللي كانت معاه فحصد النقاط الثالث الناحية التانية بس يوني العائب من انتصار أول لهذا الموسم مع وادي دجلة المطش اللي فات دفع بمحمد بستان بحراس المرمى علي الفيلو إسلام جمال في قلب الدفاع حسن مجدي مرة تانية بيلعب ناحية اليمين محمد ناصف بيلعب ناحية اليسار عمري السيسي ومصطفى جمال كانوا بيلعبوا وفي المقدمة ناصر منسي تحتي أحمد زولة وأحمد سمير وكونيه ما استمرش أكتر من نص ساعة عشان يعمل أول تغيير ليه ويخرج زولة لما لقى ان سيراميكا كريو باترا بيتقدم وبياخد منه نص ملعب زي ما خده من كل الفرق اللي لعبها سيراميكا كريو باترا في المطشط اللي فاتت اللهم إلا مباراة بيراميز شوية على فترات والأهلي على فترات أطول كانوا واخدين منه الاستحواز ولكن خرج أحمد زولة ونزل مكانه فرانك إنجونجا عشان يمسك نص ملعب شوية بابقت الطريقة شوية أكتر قتلت المباراة شوية وقللت من خطورة سيراميكا كريو باترا وحتى خطورة الجيش تحد ما تسجل هدف هنا وهدف هنا قبل الهدف القاتل اللي سجله أحمد ياسر ريان تفاصيل أكتر عن هذه المواجهة هقول لكم عليها أنا والكابتن ضياء السيد لكن هقول لكم إن بعد المباراة في حالة فرحة شديدة جدا لأنه واضح إن رسالة الثقة اللي أقدمها الأستاذ طارق أبو العنين نائب رئيس النادي لللاعبين مبارح في التدريبات إن إحنا بنصق في هيثم شعبان وبنصق فيكم جد بنتيجة كويسة جدا معتز البطاوي كان بيتكلم على الثقة اللي ممنوحة والمشروع اللي معمول كإدارة نادي بشأن سيراميكا كريو باترا نتيجة مرضية جدا تحقيق بوز وعودة الانتصارات وده اللي أدى إلى إنه بعد المباراة كان في حالة فرحة واضحة جدا ما بين معتز البطاوي وطارق أبو العنين أثناء الدخول إلى غرف الملابس للاحتفال باللاعبين بهذا الانتصار المهم جدا اللي بيرجع الثقة بعد حالة توتر كانت منطقية في حالة فقدان نقاط محمد إبراهيم أحمد محسن توني وشدي حسين ومحمد مسعد وشريف دابو ورجب بكر هول ستبدل كان عامل مباراة كويسة وغيره من اللاعبين تحية كل لاعب حصل عليها وكوامي بونسو اللي خد إنذار النهاردة وكوبينا اللي خد سيقة النهاردة رغم أنه ضايع كورة خطيرة جدا مش جوه ستة ياردات بل جوه تلتة ياردات تصدى ليها محمد بسام كانت موجودة ملعوة في نص الجول الحقيقة عشور الأدهم قائد حقيقي رغم عدم مشاركته لكنه لاعب فعلا مهم جدا في أي فريق من الفرق اللي بيلعب فيها طيب التفاصيل بقى كمان شوية مع الكابتن ديار السيد لكن